اشتركوا في القناة شيخ الاسلام ابو المنذر القرشي الازدي او الاسدي الزبيري المدني اذا نشان بن عروة هذا عالم ابن عالم عالم ابن عالم ووصف بانه شيخ الاسلام وصف بانه امام يقتدى به طبعا انظر من مشايخه ولد سنة احدى وستين وسمع من ابيه اذا هذه النشأة الاولى ان اباه من العلماء فاستفاد من ابيه واحد وعمه ابن الزبير وعمه ايضا ايش عالم انظر هذه البيئة لكي تخرج العلماء الاب عالم والعم عالم طيب وزيادة قال وزوجته اسماء بنت عمه المنذر اذا اضافة الى انه اخذ من ابيه العالم ومن عمه العالم تزوج امرأة عالمة وهي ابنة عمه وكانت اكبر منه سنا ما نظر الى السن والجمال اهتم بماذا بالدين وجد ابنة عمه صاحب الدين وصاحب العلم فتزوجها فاذا يا اخي في الله اذا اردت ذرية صالحة فعليك ان تقبل انت على العلم ثم ترى من زوجتك اقبال على العلم وتختار زوجة تقبل على العلم فمثل هذه الامور اذا اجتمعت اكرمك الله عز وجل بولد ينشأ في العلم ومن اهل العلم اذا سمع من ابيه العالم ومن عمه العالم ومن زوجته العالمة ومن اخيه العالم واخيه عبد الله بن عروة اذا هذه اسرة علمية اجتمع فيها اكثر من عالم عالم طبعا حدث عنه شعبة اذا هذا من اشهر تلاميذه شعبة ومالك والثوري وخلق كثير انظر تلاميذه من الامة شعبة من الحجاج وكذلك مالك من انس امام دار الهجرة والثوري سفيان هؤلاء الثلاثة من الامة من تلاميذ هشام بن عروة قال ابو حاتم الرازي ثقة امام في الحديث وقال علي بن المديني له نحو من اربعة مئة حديث وانبسط في الرواية وارسل عن ابيه اشياء يعني هو سمع من ابيه اشياء وسمع احاديث رواها ابوه لكن ليس مباشرة وانما عن طريق تلاميذ ولذا قال انبسط لانه كان يقول عن ابي ويكون هذه الرواية اصلا قد سمعها بواسطة وهو حج مطلقا كما قال الحافظ الذهبي طبعا هذا العالم هشام بن عروة له اوهام وهذه الاوهام لا تقدح في امامته ولا في علمه لذا علق الذهب فقال فهذا شعبة وهو في الذروة له اوهام اذا اياك ان ينفرك الشيطان عن شيخك لانه عنده اخطاء من هذا الذي ليس عنده اخطاء اخطاء فاذا اذا وجدت عند شيخك اخطاء اوهام الشيء القليل فهذا لا يقدح لا في علمه ولا في امامته ولا في قدراته لانه لانه هكذا هم البشر يخطئون ويهمون فلذا قال شعبة امام عظيم ومع ذلك كان عنده اوهام وبالتالي هذا الذي استفدنا اكثر الكلام حقيقة بعد ذلك عن تلاميذه وهم كثر وبعض الطرق التي رواها